بياخد بالنا من كده في الاخر ايه الجمهور اعصابه تتحرق يعني الاهلي قاعد ياخد دوري دورة بعضه خمس ست مرات ورا بعض دوري دوري لما زهيت بقى من الدوري زهيت انك بتاخد دوري خمس مرات ورا خمس سنين ورا بعض ما يضيع السنة دي ما يضيع حصل مش حاجة زي ما قلت امبارح عايزين شوية حاجات كتيره ياما كان الاهلي بياخد كل البطولات كل البطولات الدوري والكاس وافريقيا ويروح انديه العالم حد تاني راح انديه العالم غيرك محدش تاني راح فانت دي رياضة ولازم رياضة كده الروحة رياضية لازموا شايفين الحكاية دي كويس الروحة الرياضية احنا ملعبش لوحدنا وازمالك ملعبش لوحده ولا بيراملس ولا سيراميكا ولا اسوان ولا المحلة ولا الاسماعيلي وبالمناسبة الاسماعيلي النهاردة كان عنده ماتش معرفش كان متقدم واحد صفر معرفش خلص الماتش قد ايه يعني لوحد من زملائي يقول لي الاسماعيلي بقى له ماتشين تلاتة يرجع روح الاسماعيلي يرجع نادي الاسماعيلي شوفت شرط الاولاني كان بيلعبوا المقاصة النهاردة المقاصة بيلعبوا الاسماعيلي كان بيلعب يرجع نادي الاسماعيلي ولسه الماتش اللي فات مش عارف اعمل فاز ايه وللعب له يعني بدأ النادي الاسماعيلي يعود وده ال.. ودايما زي بقول كده يا جماعة لما اتكلمت من فترة من شهر ونص كده قلت لازم لإسماعيل يعود لأنه أنا من الناس يحبوا نادي الإسماعيل يلعب كرة حلوة زي المصري بيلعب كرة حلوة زي الاتحاد يلعب كرة حلوة زي اسموعة الأنديا الشعبية زي المحلة سيد البلق يعني ليه من أعملش كده والفلاحيين ليه من أعملش كده ما إحنا عايزين الأنديا دي ترجع بالمناسبة بيعملوا روح قوية جدا في في الكرة في مصر ما ياخد إسماعيلي ما خد الدوري ما اللي ما قوليني خد الدوري ما نعمل كده وليه لأ الموضوع مش حكر أهل وزمالك مش كده الرياضة أصلا طبعا الأهل وزمالك عشان هم الأكثر انفاقنوا عندهم فلوس وبيصرفوا ملايين وبالتالي عندهم أخسن لعبة وبيصرفوا أفضل لعبة فبيقدروا يعملوا ده عشان يحققوا هذه البطولات ولكن ما يبقى عندي مرة الإسماعيلي ما يبقى زي مكان ما يبقى عندي مرة المحلة ما يبقى عندي مرة أولين ما يبقى عندي مرة سبوحة ما يبقى عندي مرة الاتحاد ما يبقى عندي مرة حد من الصعيد هو يبقى كده ليه لأ ما يبقى موجود وينافس على بطولة ويلعب بطولة ويلعب هو يبقى نفس إيه المشكلة يعني ديني مش تخرب والله ما هتخرب بالعكس أنا بقولك أنا أهو أنا اللي بقولك أهو حيث أن ديت الأقليم موجودة